كغيره من القطاعات الأخرى التي انهار بعضها وبعضها الآخر قاب قوسين أو أدنى من الانهيار القطاع الصحي العراقي واقع مزر لا يتناسب إمكانات العراق المالية والعلمية والصحية الذي كان حتى قبل ثلاثة عقود تقريبا من بين أفضل القطاعات الصحية في منطقة الشرق الأوسط واقع لم تحدث عليه أي عمليات تحديث أو إصلاحات تواكب زيادة السكانية من ناحية تطور التكنولوجيا الصحية العالمي من ناحية ثانية إذ لا يزال القطاع الصحي في العراق يعيش بعقلية متخلفة وإدارة فاسدة وإمكانات بسيطة وإذا أردنا تسليط الضوء بصورة سريعة على أبرز المشكلات التي يعانيها هذا القطاع الحيوي لبدأنا من هجرة الكفاءة الطبية المتميزة فضلا عن تحول سياسة المستشفيات من مجانية الرعاية الصحية إلى فرض رسوم مالية ليس باستطاعة الجميع تحملها نهيك عن آفة الفساد المالي والإداري الناتج عن ضعف الرقبة الحكومية ألا دوية الفاسدة أو منتهية الصلاحية هي الأخرى معضلة فمن لم يمت بعبوة ناسفة أو انفجار أو نزاع مسلح أو هجوم إرهابي أو بأسلحة الطرف الثالث الخفي أن حقنة فاسدة أو حبة علاج منتهية الصلاحية ستقتله ليس هذا وحسب فالسياسة الدوائية الفاشلة وسياسة الإقصاء والتهميش للكوادر الطبية والصحية نهيك عن الاعتداء والتصفيات التي أتعرض لها العاملون في هذا القطاع هي أسباب أخرى لترد هذا الواقع تشير دراسات إلى أن نحو سبعين بالمئة من العاملين في القطاع الصحي يفكرون في مغادرة البلاد خوفا من الانتقام والاختطاف والعنف فضلا عن النقص الكبير في عدد الأطباء وضعف الأجور إذن إضافة إلى قلة عدد المستشفيات مقارنة بعدد السكان تشير مصادر إلى أن عدد المستشفيات في بغداد لا تزال كما كانت قبل نحو ثلاثة عقود خمسة وعشرون مستشفى فقط تقدم خدمات لنحو ثمانية ملايين شخص التي كانت تقدم خدماتها صحية لنحو مليون ونصف المليون شخص أخيرا الفضيحة المدوية للواقع الصحي العراقي التي كشفتها جائحة كورونا أعداد العراقيين الذين يتلقون العلاج خارج البلاد تعكسان الواقع المتردي لهذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر